كان الناس فرحانة بيك وحاسة بنيستالجيا أنا فرحانة بيك مرتين مش بغمستين مرتين أنا شهادتي مجروحة لأن أنت بالنسبالي زميل ربنا يخلقين وإحنا على فكرة يا جماعة مش تسعينات إحنا تمانينات وتسعينات وألفينات وكل والله يا منار أنا سعيد طبعا بوجودك كمزيع في البرنامج ودورك الجميل وطبعا هبا وإمان أنا سعيد بالبرنامج وبالصدى اللي عمله وإنكو برنامج متنوع وسياسي للمرأة للطفل للأسرة المصرية إحنا افتقدنا على فكرة البرامج اللي هي بتتكلم على الأسرة والحياة بصورة كبيرة أوي بقينا متخاطستين في حاجاتنا لا تقلق نحن مستنينا كهنا كمان من زمان بالزبط كده أنا بس عايز ما يفوتنيش إن أنا أشكر وليد سانم الملحن الأغنية اللي عمليين الأغنية دي الملحن نور المرشدي التوزيع الجميل الخفيف الأغنية دي بتفكرني بالتمنينات وحلاو وحلاو أولاً بحبك وواحد اثنين ثلاثة أهم والكلمات الكلمات طبعاً لنبيل أمين الشعر الجميل كلهم مجموعة من الشباب رائعين وطبعاً التوزيع النور المرشدي عمل توزيع حلو قوي طيب جميل جداً أكيد كل الناس اللي بتشوفتها اللقتي على بالها هو السؤال واحد كنت فين وحشتنا جداً والله رعزين ثلاثة أنا ما بكدب وجايز موني عارفيني إن أنا صريح قوي ياريت أنا ما باعتش على فكرة ولا اختفيت بس الفنان في فترة بيحتاج لإعلام والشاشة والصد والزوء عام فأنا أنا في لحظة ما لقيتش دول كلهم كلهم أنت عندك وسائل تانية آه فهغني يوتيوب بقى أنا مش من هوات اليوتيوب على فكرة والله العظيم ثلاثة وصفحيتي مفتوحة ما بعمل فيها اللي هو الربحة والكلام ده ولا بعمل إعلان من مول لأي أغنية لي ممكن تجيب لي تلاتين ألف ببقى مبسوط أنا مش عايز ولا ميت مليون ولا الأغنية اللي بحاجة أنا طول عمر الراضي يا مونا وأنت عارفاني أنا طول عمر الراضي وولية رسالة فنية يهمينها توصل لناس بساكل ومحترمة تكون أمينة إنها تخش إنما أنا ممكن أعمل حاج دا كتابة أقول لك حاج أنا ممكن أعمل مهرجان وكسب ملايين ممكن تعمل مهرجان؟ لا خلص بقول لك ممكن أكسب أعمل مهرجان وكسب وشكرا لا المسمى اللي هو انتهى الموضوع دا النهاردة بادح الحمد لله بادح مصطفى كامل عامل حاجات حلوة أنا بحييه انت ضدت ولا مع أغاني المهرجان لا طبعا مع أغاني المهرجان مع ايه؟ أنا مع إن أي عمل فاني لنزل بكله مضمون بس التجديد كمهرجانات سؤالي موصلش يا سيد الرحيم سؤال أنت مع أغاني المهرجانات ومطربي المهرجانات ولا ضدهم لا طبعا لا طبعا مع إني أقولك الحقيقة لو اختاروا كلام فيه منهم أصوات حلوة هم بس ممكن ما لقوش متوزفها غلط ممكن ممكن تخذهم على فكرة الكلمة ممكن كانوا في أيدين منتجين غير أمينين الكلمة المنتج عايز يكسب فمنتالي بيجبهم كلام متدني وملحن ويلا يعني أنت ضد المهرجانات بحييك على صراحة كلنا